أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو خبر مفرح ومهم جدا بالنسبة للأشخاص الحاصلين على التأشيرة القرعة الأمريكية 2020 منذ قليل الحكومة خرجت بتقرير ومقال تقول فيه بأنها ستعطي إعفاء وطني للحاصلين على التأشيرة القرعة الأمريكية 2020 والتي ستنتهي لهم ما بين 17 فبراير و28 فبراير يعني هذا الأشخاص أعطي لهم إعفاء وطني وسماع لهم بالدخول إلى أمريكا تحت هذا القرار فيما شيء مهم جدا وخبر مهم جدا وهو أن الحكومة تراجع قرار المنع هذا ما أكده المحامي يوم أمس في جلسة جوميز وكذلك المحامية في جلسة جايكوب تقول بأن الحكومة تراجع قرار المنع وغالبا سنعرف رأي وقرار إدارة بايدن بخصوص قرار المنع بعد نهاية شهر فبراير بالنسبة للأشخاص الذين تأشيراتهم تنتهي ما بعد 28 فبراير فهذا الأمر يهمهم أيضا كذلك فإن سنعرف قبل نهاية شهر فبراير قرار الحكومة بشأن قرار المنع هذا سيعطي لهم أيضا إعفاء وطني والسماح لهم للدخول لباقي التأشيرات الحاصلة على هذا الأمر يعني هذا الخبر مهم جدا بالنسبة لأصحاب التأشيرات الحاصلين على التأشيرات القرعة الأمريكية 2020 وكذلك مهم لباقي التأشيرات وباقي الفئات الهجرة وهو يعني الحكومة أنها تراجع قرار المنع وهذا الخبر نتمنى إن شاء الله أن يتم رفع قرار المنع وبدء أمور الهجرة كما كانت سابقا ما هي إلا أيام معدودة وسنعرف يعني قرار رأي الحكومة في قرار المنع وهذا يهمنا بطابعة الحال بالنسبة لفئة القرعة الأمريكية 2020 لحد الساعة القاضي لم يخرج بأي تقرير بخصوص هذا الأمر ربما يعني الانتظار رأي الحكومة بخصوص قرار المنع سيكون مهم جدا لهذه الفئة ولباقي الفئات المهاجرة بطابعة الحال إخواني أخواتي كان هذا هو كل ما في الأمر وإلى فيديو آخر وإلى خبر مفرح إن شاء الله بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته